مدارس آيلة للسقوط وطلاب يفترشون الأرض ويقاسمون الزحام أحلامهم في الحصول على مقعد وفصل دراسي مناسب هنا في الكثير من مدارس الجوف تحكي الصورة واقعا مريلا لمأساة التعليم وما يعانيه من تحديات ليس أقلها عدم الكتاب الدراسي ونقص الكادر التربوي فهذه المدرسة التي تأسست قبل ثلاثة عقود تحتاج كغيرها من المدارس إلى ترميم لتكون صالحة للدراسة هذه مدرسة الحزم الحجرية أسست في عام 1980 درسنا فيها واللجال التي قبلنا ولكن اليوم تعاني من الهيار تام ولا يوجد بها آثاث للطلاب لا مقاعد ولا كراسي هنا يلمع المستقبل من أعين الصغار لعلك أحلامهم المبكرة في أن تكون يوما ما قد تحققت بعد هذه الصباحات الدراسية التي ربما لا تستمر أو لا تعود أيضا أمام مكتب التربية 421 مدرسة وهذه المدارس أكثر أغلبها يعني طافها الحرب الذي دمر أكثر المدارس منها ما هو تدمير كلي ومنها ما هو تدمير جزئي وعود كثيرة أطلقتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية بدعم العملية التعليمية في هذه المحافظة ولا شيء يتحقق مثلها تماما تذهب السلطة المحلية بالجوف وبإمكاناتها المسيطة إلى تركيز جهدها ودعمها للتعليم العالي متجاهلة التحديات التي تكاد تعصف بالعملية التعليمية في المراحل الأساسية منذ ثلاثة أعوام لازلنا نفتقر في التعليم الأساسي فلذلك لا نغطي على الآخرين بالتعليم العالي جامعي معكم كلية معنا جامعة طيب معنا أنا أعتبرها القلية أستغل لينها أعلاميا أكثر من فائدتها على عرض الواقع إذا ما في تعليم أساسي ما يمكن نفلح في التعليم العالي أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من أربعمائة مدرسة في الجوف حيث يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار أزمة التحديات التي تواجه العملية التعليمية برمتها في هذه المحافظة وتهددها بالتوقف علي الجرادي قناة بلقيس الجوف